تشكل المشاريع المنزلية فرصة للطاقات الغير قادرة على القيام وتنفيذ مشاريع قائمة بذاتها وبالتالي تساعد هذه المشاريع على إبراز هذه القدرات والإمكانيات يعني أنت عندك مشروع عندك إمكانيات وعندك قدرات لكن من تلاقي المكان اللي تمكن نفسك من أتمام مشروعك ضيفتنا الكريمة راح تعرفكم شلون تقدر أنت تتمكن من إبراز هذه الإبداعات الداخلية اللي عندك ونت قاعد ببيتك ضيفتنا راح تتكلم عن هذه القضايا وتتحدث عنها بمجالات مختلفة ومتنوعة وأيضا زميلة في المجال الإعلامي سعدنا أن تكون ضيفة معنا الأستاذة هنادي ملة يوسف وهي المستشار في إنشاء المشاريع المنزلية وأيضا مدرب معتمد وكاتبة ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية مساء الخير سيدة هنادي هلا وفئيكم مرحبا جواك الله وسعيدين اللي قانا معاك هلا مرحبا فيك والموضوع جدا مميز الأمانة كثير اليوم ما في أغلب البيوت لكل عنده مشاريع لكن ما يمدي يبتدي إلا هو أنها مشروع عبيدة أنا مو عارف القواعد ولا عارف كيف ينطلق فكيف نقدم لهم هذا الموضوع في بداية حديثنا نعم أول شي أشكركم على هذه الاستضافة بنسبة حق مشاريع المنزلية هو مشروع متبحر ولكن هو جميل ومرغوب وموجود من زمان لكن مع الأسف ما وصلنا إحنا في الدول العربية في فترة يعني قريبة خنقول يعني أقصد في فترة بعيدة تو وصلنا المشاريع المنزلية ونشوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعدة نشوفها في الانستجرام والإسناب والتويتر وغيرها لكن فكرة هذه المشاريع هي فكرة مرغوبة لأن للأمانة ما في شخص ما يبي يكون صاحب مشروع منزلي أو وحدة تكون حرة وهي قاعدة في بيتها نعم بغض النظر عن إذا هي كانت موظفة أم غير موظفة هذا حلم وبالذات يلامس المرأة فلذلك أنا لقيت أن هذه الفكرة هي جدا فكرة رائعة ومميزة ومرغوبة ولامستها الشيء من خلال حواراتي مع السيدات والنساء اللي هي أنها حابة تكون ناجحة في بيتها نعم تطبيقها لمشاريعها بالضبط في ظل هذه الزحمة الدوام العيال الزوج الطباخ ونفاخا كانت تطبخ في البيت في ظل هذه الزحمة الحياتية اللي هي تقول زحمة مضغوطة شغل الزوارة وغيرها المواجب والواجبات الاجتماعية نعم تقدر اليوم المرأة إذا تعرفت على هذه القواعد تنجح في مشروعها؟ طبعا تقدر إحنا ما يعني نخفل عن المرأة ما شاء الله عليها بالذات المرأة الكويتية إشلون قدرت تنجح في مشاريع كثيرة وتبهر الناس في يعني شغلها المميز المرأة محتاجة فقط تنظيم للوقت لكن كقدرة وخي نقول كخبرة وكأفكار هي موجودة عندها لكن كل اللي هي محتاجتها أنها بس تنظم وقتها بتنظيم الوقت تقدر أنها تسوي كل اللي تبي طيب إشلون هي الآن يعني قاعدة من القواعد حاب نقرب الصورة لها تنجح في هذا المشروع شو المطلوب منها؟ نعم كل اللي مطلوب من المرأة أنها فقط تمتلك فكرة تكون فكرة مميزة وجديدة أحيانا ما تكون فكرة هم جديدة أحيانا تكون فكرة موجودة لكن تضيف لها بعض التطور فلذلك هي محتاجة أن تكون صاحبة فكرة مناسبة وفكرة ممكن تطبقها وفكرة تكون أيضا مربحة فتدرس هذه الفكرة الفكرة هذه لها قوانين ولها قواعد فالمرأة لازم تتميز في فكرتها هذا أولا يعني إذا هي تبتدي أي مشروع منزلي رقم أثنين أغلب المشاريع تتشابه يعني قبل أن تشبر رقم اثنين خليني برقم واحد نعم أغلب المشاريع تتشابه يعني شتي تتسوي يعني شبيه لمشروع آخر لازم راشد تكون هي يعني متميزة يعني مثلا أنا الآن بسوي مشروع هنقول كبكيك مثل ما أنت قلت لي مساعة قبل الهواء قلت لي كلهم كبكيك قلت لي كلهم كبكيك نعم الغالب يعني لكل حلويات يعني حلويات شلون هذه تميزت وهذه صار اسمها بارز وهذه اسمها مبارز شنو السر عند هذه وشنو السر عند هذيك هذي بخلت زين هذي مو زين شلون شنو منو الحكم الحكم المتذوق اللي راح يتعامل معها نعم فإذا في لها أسس يعني هو الذوق الشكل الأخراج متى ما كان أنت يعني شغلك في جودة عالية نعم الناس صارت تتعرف فهني الناس تقبل عليك ويعني للأمانة التنافس صار قوي الحين هالفترة فأنت لازم تقدم فكرة مشروع وبتسوي من المنزل وظل التنافس العالي لازم يتميز عن غيره بالضبط لازم تكون أنت متميز وإن كان نفس المنتج بالضبط فأنت لازم تتميز بشي تشوف السوق شنو حاشته الناس يعني هذا الشخص قدم شيء أنا أقدم إضافة حق هذا شيء وكون متميز فيه ودائما لازم تكون فكرتك متطورة يعني ما ينفع الناس مثلا فترة هبوا باللوتس بس أنت إلى الحين على القديم ومايت هبيت معهم وغيرت لازم تمشي إتجاري المجتمع هذا يعني إذن هذا قاعدة من القواعد نعم رقم اثنين بالنسبة حق القواعد اللي قد تكلمنا عن هنا المنتج لازم إهيه تطور فيه وتغير فيه وإن كان أنت ماشى مع منتج آخر نعم هذا رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين إنه إهيه لازم يعني يتسوي شيء يتحبه يعني مو معقولة أنا بدش مشروع أنا بس لأن رفيشتي بدت فيه أنا أقلدها شكل أغلبهم جديد ما ينفع هذا هو هذا المشكل يعني أنا عرف وحدة يعني الناس هبت سوت شيس كيك هي راح تسوت مثلهم بدأوا سووا مشروع مثلا معين هي راح تمثلهم فمسكتها قلت لها أنت ليش مع الهبة شون تقول لها أن هذا الدارج ويطلع فلوس قلت لها من قالت من قالت إننا من نمشي إحنا وراء الناس هو اللي راح يبلينا فلوس أوكي يابليش فترة مؤقتة لكن هل أنت يعني شي تبينه بشكل دائم لكن هل هالشي راح يبليش بشكل دائم مدخول وهدفت شنش أنت يتبين مدخول لكن بهذه الطريقة ما راح تبين المدخول فأنت يشوفي شنو أنت من الداخل تحبين تسوينا وهل مشاريع المنزلية قلت نتكلم عنها حتى نوضحها للمشاهد الكريم هي متعلقة بالمادة أم نحن نتكلم عن إبداعات في المرأة مو بالضرورة أن تكون مردودها مادي والله راشدي هو يختلف على حسب الوحدة يعني في واحدة تبين تسوي مشروع هدفها مادئ في واحدة هدفها يتبين تثبت نفسها في واحدة يتبين حرية في واحدة تحقيق الذات يعني إحنا نتحجي عنه يناسب الكل نعم هو يناسب الكل لكن نخذينا مثال الأكل ما الأكل كمثال نضربه ونقيس عليه بالضرط رقم ثلاثة عدة أرقام أو بس رقم مين لا هي عدة أرقام بس يعني إحنا ودنا ندخل في أشياء ثانية نقطة ثانية نتقلها نقطة ثانية بنتقلها حاضر إن شاء الله ما في مشكلة زميه في النهاية الإعلام فمذيعين لازم الأسئلة تشديد صحيحة يعني ممكن لأن فيه ناس قالوا لي نياليت تتكلمين عن مميزات العمل المنزلي يعني من اليوم الوحدة تفتح لها مشروع من البيت شن مميزاتها؟ ليش تهد وظيفتها اليوم وتدخل في مشروع منزلي؟ حاضر خذينا السؤال السيارة كيف أميز العمل المنزلي كيف المنزل اليوم يكون متميز ويكون جاهز المنزل لإقامة وذل هذه المشاريع وتكون هي ناجحة في هذا المشروع شن المطلوب في المنزل؟ مطلوب يعني شيء بسيطة صراحة أنها تعد المكان يكون مكان مناسب حقها يعني مثلا هي خنرجع على مشروع الأغلب اللي بادئين فيه النساء اليوم موضوع الطبخ واحدة من السيدات يد قالت لي أنا صراحة أحب أسوي يعني مشروع أكلات كويتية مشابسوها السوالف لكن مطبخي صغير فأنا شنو أسوي هني بهالحالة؟ يعني وين أطبخ؟ قلت لها عندك مطبخ الوالدة مثلا الله يحفظها كبير شا تقول لي إيه؟ قلت لها خلي طلباتك فقط تكون على الويكند مثلا وروح يسويها هناك لأنك أنت موظفة طول النهار لا تقدرين فعلى أساس أنه هم في أيدي عاملة تساعدك هناك إنه مثلا ممكن شقالة الوالدة وأيضا المكان يكون راهي حقك أوسا يعني المكان أكبر فالمكان وايد مهم يعني أنه عفوا من مميزات العمل أنه أنا أشتغل في مكان ويكون مكاني مناسب للمكان ومريح يعني نعم مميزات العمل المنزلي أيضا أنه أنا أشتغل وأنا قاعدة بين أولادي يعني اليوم أنا ما أحتاج ترحق أمها وتأخذ عيالها وإياها بعد مشكلة يعني ما أخذ مطبقة وما أخذ عيالها بعد ما أخذ عيالها بعد فهني إلي عيالها معاها يعني مثلا أنا بيسوي مشروع زهور وفترة من الفترات أنا مريت بهذه الشغلة أني بديت مشروع زهور كنت أيب عيالي بالبيت وأقول لهم يلا ماما أنت مسكي الوردة بي علمتها شون تنظف الوردة والثاني علمتها شون تربط البوكي والولد علمتها أنه مثلا ممكن أنه يغلف لي السلة فهني أنا قاعد أشرك حتى الأولاد معي في العمل المنزلي يعني هنادي الأولاد ما يشغلوني عن عملي المنزلي ما يزعجوني الأولاد ممكن أستفيد منهم طبعا طبعا إذا أنا عندي أولاد اسم الله عمر المراهقة وطالع يعني هني حلو أن تتعلمه من صغرة صنعة يستفيد منها حتى من يكبر يعني مثلا إذا كان هو صاحب مثلا خنقول محل نجارة وأنا أبو يتعلمت أولادي عمل نجارة هذا حتى إذا مثلا تخرج ما لقى وظيفة يقدر يساعدني في المكان اللي أنا فيه ليمن يوقف على ريلة ويتوظف صحي فالعمل المنزلي يقوي الروابط الاجتماعية يعلم أولادي صنعة بدال مهما كله الحين هالجيل جيل التكنولوجيا والآيباد وهالسوالف ممكن شوية نطلع من مجال اللي هما قاعدين فيه مجال التكنولوجي اللي مو مستفيدين منه استفادة صحيحة توقعين الناس عندها استعداد لاستقبال مثل هذا الكلام لتنفيذه على أرض الوطن والله قاعد أشوف عندنا التربة الخصبة الكفيلة موجودة والله موجودة يعني أنا قاعد أشوف ما شاء الله الأعمال المنزلية ويمكن أنت بعد ذكرت لي قاعد تقول بالانستجرام ما شاء الله مليان فيعني التربة موجودة الناس موجودة مستعدة لكن يفتقدون إلى التوجيه جميل اليوم هنادي منين تأتي بهذه الأفكار وهذه الحلول طيب أهم أصحاب مشاريع يتصلون أو يتواصلون معاك أو أنت قاعد تعطينهم هذه المعلومات وهذه التسهيل وهذا يا جماعة عندك ذي روح هناك عندك هذه خطة بديلة روح حق بيت الوالد أنت منين تأتي بهذه الأفكار الأفكار هي من الخبرة ومن الحياة أنا قلت لك مريت بتجارب كثيرة في الحياة وحبيت أنقل تجاربي الشخصية وتجارب زميلاتي واطلاعاتي للآخرين بالإضافة أنه من خلال تجاربي قمت وعلمت بعض الزميلات وبعض الصديقات أنه شلو تبتدي مشروعة كان طريقة سوالف يعني فمن هنا لقيت أنه والله يوم طبقت الكلام اللي أنا قلته ما شاء الله مش هشغلها وبعدين فتحت مشروع وطورت وصار عندها زباين واحدة ثانية وجهتها نفس الطريقة فعرفت أنه عندي عندي رؤية حق هذا الموضوع وبدأت أتعمق في أكثر أني أقرأ أستعين حتى بكتب سافرت بره وطلبت كتب من هناك وشريت وترجمت فبديت أبحث لقيت أنه عمل ممتع ما في أحد قاعد ينفسك في هذا العمل كل مشروع أو كل مجال لكن فيه ناس يأخذون نفس هذا يمتنون نفس الموينة أو نفس هذا المجال ويدعي بأنه مبدع وهو للأسف فتتعانين أيضا من هذا الأمر فيه ناس اليوم مزورين فيه ناس لابسين أقنعوا يدعون هذا المجال كيف اكتشفى أنا يعني ممكن ينصحني ويضيعني بنصيحته وهو مو صاحب مجال أنت موجود عندكم ناس دخلاء عليكم كل مكان أنا بالنسبة لي صراحة ما واجهت يعني هذه المشكلة الحمد لله رب العالمين بالعكس يعني أنا أشوف ناس تقول لي وتستعين وتقول لي تعالي دربي ناس عندنا ولا ألقي بمحاضرات في هذا المجال عندنا جميل فيعني الحمد لله رب العالمين وبعدين تلاقي أن هذا المجال صاير يديد ودائما إذا خذيت الأسبقية أني أنت تتميز بشير راح يورنش ناس على الخطة بس أنا كيف أعرف اليوم أن هذا الشخص مميز هل أنا مطلوب مني تساؤلات أطرحها اليوم على هنادي حتى أعرف أن هنادي ستأتيني بالنصيحة المفيدة لي كعمل منزلي يعني شنو لازم أتعرف عليه في الحقيقة يمكن أنا قلت لك قبل الهواء أنه كان عندي برنامج تدريبي أنه أنا أدرب فيه النساء وفي هذا البرنامج التدريبي عندي استبيان استبيان هذا أكتشف في يعني المرأة شنو الفكرة المناسبة حقها وحق شخصيتها هذا الاستبيان موضوع على أسس ولأن أنا أيضا مساندي علم نفس فهذا الاستبيان يوم حطيته راعيت في أني أكتشف أدق التفاصيل في شخصية هذه المرأة وشنو تناسبها من مشاريع يعني مثلا اتيني واحدة تقول لي هنادي أنا اليوم أعرف بتصميم الأزياء وأنا شاطرة بالحلويات وأنا 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 زي شنو أفضل فكرة حقي ممكن أسوي منها مشروع منزلي أنت من خلال هذا الاستبيان نعم أحلل هذا الاستبيان تحلها أهي أنا أخذه وأقوم أحلل هذا الاستبيان ووجه لها النصيحة المناسبة حقها والحمد لله يعني ما شفت واحدة شكت أنها ما حبت التحليل ولا ما كان يقيس شخصيتها عن غرب بشكل حقيقي نعم طيب اليوم خلأتكلم في هذه الدائرة تحديدا الأعمال المنزلية اكتشاف الذات أنت تحبين عمل الشيء تعملينا وتطورينا وهذه القواعد التي ترقنا لها بشكل سريع هذه مشاريع صغيرة ذكرتي في أوروبا وفي أمريكا الدول تعتمد عليها هذه هي المشاريع الصغيرة اليوم يعانون كثير من القوانين كثير من العراقين اللي موجودة عندهم صحيح فيه بنك يدعم لكن لازم تخضع لقوانين عندك محل وعندك كذا وتكون متفرق وغيره الناس أغلبها في بيوتها تشتغل تحديدا للمرأة هل محتاجة شيء من الدولة اليوم هل مطلوب من الدولة دعم هذه الفئة فعلا هذه الفئة تؤثر بالاقتصاد عندنا نعم طبيعيا أنها ستؤثر بالاقتصاد لأن أمريكا والدول الأوروبية الثانية يعني صار دخلها 80% على هذه المشاريع صحيح فالناس بدأت تتوجه حق شيء تحقق في نفسها وما تعتمد على الوظيفة ولا على الراتب يعني بيوم الأيام يمكن أنت حتى راتب ما تحصل بالمبلغ اللي أنت متعود عليه فلذلك يعني هذه المشاريع وايدة تقوي اقتصاد الدولة المطلوب اللي إحنا قاعد نسعى له والكل وده أن نحصل ترخيص يعني تأييد حق قانون الترخيص المنزلية موافقة بشكل خاص هذا بنقول حق قانون الترخيص المنزلية يعني أي واحدة تشتغل في بيتها تقدر تحصل ترخيص بشروط وضوابط معينة هذا فعلا اللي إحنا محتاجينه ويعني نسرع في هذا الموضوع لأن رؤية صاحب السمو وأمير البلاد الله يحفظه حق سنة 2035 أن الكويت تصير دولة تعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فلذلك إحنا محتاجين شيء يساعدنا عشان نوصل حق أهدافنا يعني أنا أكلم زميلتي من شميون في البحرين قاعد يقول لي إحنا ما شاء الله سبقناكم أننا قمنا الحين نعطي ترخيص منزلية حق أي واحدة موجودة في يعني البحرين وتعمل من بيتها ولذلك يعني إحنا إن شاء الله قريبا نتأمل ذلك إن شاء الله إذن ترينب أن الدعم مثل هذه المشاريع والأسراع والتعجيل في طرح من قبل السلطة التشريعية في هذا الموضوع أنه يساهم في أبراز دولة الكويت وساعد في عجلة التنمية والاقتصاد سألنا نادسة جدا باللقاء معاتش الحديث وايد لما ن في هذه القضية لكن أترك كلمة الختام لك والله كلمة الختام أحب يعني أقولها على عجالة أن المرأة حلو أنها تسوي شيء هي تحبه يعني إذا شافت بنفسها عندها هوايات وعندها مواهب مثل الأختة واللي كانت قبلي قالت أنا كاتبة ويعني تكتب روايات هذه عمل منزلي قاعدة تكتبوها بالبيت وراح ممكن يفتح لها بيوم من الأيام مثل ما هي توقعت حق نفسها وفقت بقدراتها راح يفتح لها مجال ممكن أن تسوي منه مشروع أو أن تدخل مجال مسلسلات أو يتحول حق عمل آخر فلذلك أي مرأة تجد بنفسها القدرة أنها تسوي مشروع منزلي وواثقة من قدراتها تتوكع لله وما يهمها المعوقات خصوصا أنه يكون زوج يقول لها لا تسوي أو أسرة أنها ما تشجعها تستمد التشجيع الداخلي من نفسها لأن للأمانة أقوى تشجيع حقنا هو تشجيع الداخلي لأنفسنا حتى ونخالف الأسرة ونخالف الزوج ونخالف كل شيء تمي بنفسه شو تركي الباجي أنها تحاول تتفاهم وتوصل حق حل مشترك لكن أنا أقول أنها تتخطى المعوقات تتخطى حتى لو كان من الأسرة بس مونا تسوي مشكلة أنها تتفاهم وتوصل حق حل مسالم طيب أستاذ هانادي مولا يوسف المستشار في إن شاء المشاريع المنزلية ومدرب من المدوعة كاتبة ومقدمة برامج ذاية التفزيزيون شكرا جزيلا لقبولة هذه الدعوة العفو شكرا جزيلا حياكم الله الله كل شكرا لضغفاتنا الكريمة وسمرين معكم بعد الفاصل